احتضنت مدينة الرباط مراسيم التوقيع على عقد قرد لتمويل المستشفى الجامعي والمنشآت التعليمية للجامعة الدولية للرباط من طرف الصندوق العقاري للمستشفيات التابع للجامعة ويندرج هذا القرد في إطار تطوير الجامعة وخصوصاً القطبة الصحية تابع لها إن تشهيد المستشفى الجامعي يكمل العرض التكويني للجامعة والذي يبرز في التصنيفات الدولية الهمة كما أن الجامعة تعد أول جامعات خاصة متعددة التخصصات والأولى من حيث الابتكار على المستوى الإفريقي من المتوقع أن توظف هذه الوحادة الصحية المركزية حوالي 1200 شخص ما سيوفر فرص عمل مهم جداً والهدف يكمن في التعريف بالفرص التي يوفرها هذا المستشفى الرقمي من الجيل الجديد المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1.6 مليار درهم يهدف إلى تعزيز كل مجالات التكوين في مختلف علوم الصحة المستشفى الجامعي الذي يضم 450 سريراً متاح لجميع الطلبة وأيضاً للأطباء المتدربين ومن المتوقع أن يوظف أزيد من 240 طبيباً من بينهم 140 طبيباً أساداً بالتعليم العالية والأساتذة المساعدين والمبرزين أيضاً المستشفى الجامعي يطمح لأن يصبح بنية متميزة توفر دعماً متعددة تخصصات لسيما من حيث تنمية المهارات وإدارة الموارد البشرية ذات الصلة المستشفى الجامعي